بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى قبل عدة آيات عموم حلية أكل الطيبات لجميع الناس في هذه الآية يختص الخطاب بالمؤمنين لأنهم هم المنتفعون بهذا الخطاب أما سائر الناس فلا يصغي إلى النصيحة فلذا الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين ويأمرهم بالشكر ويبين المحرمات بعد ذلك فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لأنها خلقت لكم وأما الكفار فيستفيدون منها عرضا واشكروا لله هذه النعم ومنها نعمة الرزق ومنها نعمة الحلية إن كنتم إياه تعبدون ولا تشكروا سائر الآلهة مثل المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم يمطرون بالأنواء ويرزقون بالآلهة المزعومة فكما تجب عليكم العبادة كذلك يجب عليكم الشكر فسبب واحد لأن الله تبارك وتعالى هو المنعم عليكم بخلقكم وبسائر النعم التي منحها لكم ومن أهمها رزق الطيبات التي بها قوام حياة الإنسان إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى حرم عليكم أشياء وسبب تحريمها لأنها خبيثة إنما حرم عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكل الميتة الميتة الحيوان الذي لم يذكع للنحو الشرعي والدم الدم هنا مذكور بشكل مطلق لكن المراد به الدم المسفوح لأن في آية أخرى الله تبارك وتعالى يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة وأما الدم المتبقي في الذبيحة فحلال ولحم الخنزير من المحرمات أيضا لحم الخنزير طبعا كل الخنزير حرام لحما وشحما وغيرهما لكن خص اللحم بالذكر لأن المقصود بالأكل عادة هو اللحم فيخصص الكلام بما هو المقصود في الغالب وما أهل به لغير الله الإهلال أول الشيء وأصله من ظهور القمر في أول الشهر ويقال أهل بالحاج لأنه يرفع صوته عند الإحرام وهو أول أعمال الحاج ويقال استهل الصبي يعني صرخ عند الولادة وهنا الإهلال في الذبيحة يعني رفع الصوت أول الذبح بالتسمية كان عادة المشركين عند الذبح يرفعون أصواتهم بأسماء آلهتهم فنهى الله سبحانه عن أكل ذبيحة ذكر غير اسم الله عليها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أما من اضطر لأكل المحرمات والاضطرار هو الحاجة الماسة بحيث لو ترك لأصابه ضرر هذا المضطر الله تبارك وتعالى رأفة ورحمة به رفع عنه بعض الأحكام في حالة الاضطرار فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد هذا قيد للاضطرار يعني اضطراره من غير باغ ولا عدوان فإنما يحل أكل الحرام إذا لم يكن اضطراره بسبب فعل الحرام أما لو فعل حراما أوجب اضطراره فأن حرمة الأكل باقية ويستحق العقاب على الآكل يعني اضطر إلى أكل هذه المحرمات ولم يكن اضطراره بسوء فعله فلم يكن باغيا الباغي من الباغي يعني الظلم المتجاوز عن الحد مثل خارج على الإمام العادل أو الشخص الذي يطلب صيد اللهو أو الشخص المسافر لأجل ارتكاب الحرام هذا باغي ولا عاد العادي من العدوان وهو الظلم في حق الغير يعني التعدي على الغير مثل قاطع الطريق والسارق والغاصر هذا هو التفسير الأول لعاد التفسير الثاني لعاد يعني المتعدي في الأكل والشرب عن حد الضرورة يعني لم يكن متعديا عند الأكل عن حد الضرورة فيقتصر بالمقدار الحاجة فقط لا أكثر وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام غير باغ على إمام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقين وعن الإمام الصادق عليه السلام الباغي باغ الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها هي حرام عليهما وعن الإمام الصادق عليه السلام الباغي الظالم والعادي الغاصب فالباغي والعادي اضطراره بسوء اختياره فلا يحل له أكل هذه المحرمات حتى مع الإضطرار إليها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في أكل هذه المحرمات فالله تبارك وتعالى أجاز له ذلك إن الله غفور رحيم غفور يستر العصيان إذا اضطر إليه غفر يعني ستر وستر العصيان يعني لم يآخذ بهذه المعصية وهو رحيم بكم لذا أجازة تناول المحرم في حالة الاضطرار وصلى الله على محمد وآله الطاهرين